أمنى لك كل الموافقية يا كاكا مصطفى حبيبي منذ اليوم الأول في منصبه كرئيس للحكومة الجديدة ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يدرك أنه يواجه تحدياً كبيراً يتمثل بالأزمتين الاقتصادية والمالية الاقتصاد العراقي كما تعرفون منهك واتره الوظيفة أرحاق الدولة سنحرك عجلة الاقتصاد بتوسيع الاستثمارات وتنويع الدخل وتنجيع الصناعة والزراعة والتجارة الكاظمي بدأ بالإصلاح الإدارية الشامل في مؤسسات الدولة حسب دراسات محكمة وبما يشمل تسهيل حركة الاقتصاد وتنشيط عمليات الاستثمار والقضاء على الحلقات الإدارية الفائضة ومنع منافذ الفساد في عقود الدولة ومشاريعها وتعاملاتها فرغم كل المعرقلات فإن المساعي الحكومية مستمرة حيث يصر الكاظمي على تطبيق منهاجه الحكومي والذي تضمن وضع برنامج تمكين وتشغيل واسع للشباب الأمر الذي استدعاه لعقد اجتماعا ضم عددا من الوزراء والمسؤولين الحكوميين كرس لبحث معالجات البطالة وتأمين فرص العمل لهم لقد شهد الاجتماع طرح عددا من المقترحات المتعلقة بالقروض وتوفير فرص العمل في القطاع الخاص إلى جانب مناقشة مشروع تشغيل الشباب وسبل توفير الدعم لهذه الشريحة الحيوية إضافة إلى الإصلاحات في الورقة البيضاء فئة الشباب يعتبرها الكاظمي أهم فئات المجتمع كونها تمثل العمودة الفقرية للمجتمع العراقي الذي خرج مطالبا بالإصلاح منذ تشرين من العام الماضي بتظاهرات مليونية شهدتها العاصمة بغداد ومحافظات أخرى رئيس الحكومة شخص الخلل الحالي بسوء التخطيط السابق الذي أثقل الدولة بمشاكل كبيرة تحتاج إلى معالجات وعمل مستمر لتغيير الوضع الخاطئ وتحقيق ما عجز عنه سابقوه في تحقيق أحلام وطموحات الشباب العراقي وطموحات أخرى اشتركوا في القناة